وردنا الآن هذا الخبر العاجل حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية خلال الستة أشهر القادمة وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين فضلا عن استعراض جهود إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية وقد وجه الرئيس سيسي باستمرار وزارة التموين في احتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها والتي تم انتهاجها خلال فترة جائحة كورونا وذلك تحسبا لأي موجة ثانية محتملة في هذا الصدد وتلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية كما وجه الرئيس سيسي بانتقاء أفضل المواقع للصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع لتسهيل مهمتها في تخزين السلع الاستراتيجية أخذا في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية كما تم استعراض خطة وزارة التموين لتطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية خاصة قهى وإدفينة وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدرتها التنفسية وتعظيم الفرص التصديرية كما وجه رئيس سيسي بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية وذلك من خلال ميكانة دورة العمل وتحديث العمليات اللوجستية بهدف تحسين جودة الانتاج وتقليل الفاقد وتطوير الخدمة للمواطنين ترجمة نانسي قنقر